أهلا بكم أجزاء المشاهدين مرة أخرى وكالتزام مننا وبطبيعة الحال فلسطين هي قضية الأمة وقضية اللحظة ولابد أن نستعرض أيضا مستجداتها في كل حلقة الجديد في حرب غزة وفي مفاوضات أيضا بشأنها في الدوحة انتهت هذه الجولة من المفاوضات في الدوحة بتفاعل نقول بتقدم ملحوظ من قبل الوسطى القطري المصري الأمريكيين وأيضا الحديث عن جولة من المفاوضات الأخرى قد تعقد بداية الأسبوع المقبل في القاهرة لكن الخلافات متزال عميقة وخطيرة بالفعل وقد لا تؤدي إلى اتفاق لنهاية الحرب على الرغم من أن هناك رغبة أمريكية واضحة أيضا للوصول إلى نهاية لهذه الحرب كما يبدو من تصريحات البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين الذين ينخريطون وبدلق رفيعة في هذه المفاوضات بالدوحة حتى أن بلينكين وزير الخارجية قد يأتي إلى المنطقة أيضا خلال الساعات القادمة هناك أخبار عن ذلك للضغط على نيتنياهو للقبول بتسوية والتنازل عن بعض الاشتراطات التي تمنع من التقدم في هذه المفاوضات كما قلنا هذه المفاوضات عقدت في الدوحة وشارك فيها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وشخصية رفيع رئيس الوزراء وزير خارجية ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل هو الرجل المهم في نظام المصر الآن ورئيس المخابرات الإسرائيلية موساد دافيد بيرناع وبالتالي بحسب معلومات منشورة فإن الإشكاليات ما تزال حول بعض المسائل منها أن مطالب رئيس الوزراء نيتنياهو الإسرائيلي بطبيعة الحال إيجاد آلية لمنع انتقال المسلحين ويرفض صاحب القوات من غزة وريد أن يظل احتفظ بقواته ما بين شمال غزة ومحور في الدلفيا مع مصر وما بين شمال الجنوب غزة اللي يقول هو إمنع انتقال المسلحي الفلسطينيين ما بين شمال والجنوب وحتى من سيناء ويتهم ضمنا مصر بين النخراط في هذه الحرب وهناك يريد حقا نقضى الفيتو على أسرى فلسطينيين يشبونهم اتفاق التبادل ويضع فيتو أيضا على بعض الأسماء والحصول مسبقا على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيشبونهم الاتفاق يريد أسماء بالموتى والأحياء أيضا في الأسرى لدى حماس إضافة إلى السيطرة على محور في الدلفيا سلاح الدين بين قطاع غزة ومصر والجانب الفلسطيني من معبر رفحه أمر ترفضه مصر قبل حماس وحماس لا تنخرط في هذه الفاوضات بطبيعة تحييلات شارك لكن تمثل عبر المصريين والقاطر الذين ينقلون إلى ما حدث من تقدم فيها أنا أكد أن الرغبة الأمريكية هي مؤثرة وقد تدفع بإنجاز من هذا النوع قبل الانتقابات الأمريكية من خلال الجولة الثانية ربما في القاهرة لكن العقبة هو نيتنياهو بطبيعة الحال كما يقال دائما وإضا معه ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الآن على لائحة الجمهوريين للانتخابات وهو اتصل لنيتنياهو بحسب الخبر المعلن فأن ترامب نصح نيتنياهو بقبول التسوية لكن في الحقيقة التسوية والتهدية ووقف الحرب ليست من مصلحة ترامب وبقاءها هي تخصر كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية الصوات العرب والمسلمين في الولايات المترجحة وبالتالي هي تخدم إن كان هناك من أطراف ضد وقف الحرب فهي نيتنياهو ترامب وبعض الدول العربية الراغبة في عودة ترامب أيضا إلى الرئاسة وإن كان له رغبة أيضا في وقف الحرب فبالتالي هم الفلسطينيين بالدارية أساسية والذين تعبوا فعلا وستنزفوا بأربعين ألف شهيد حتى الآن وفوق المائة ألف جريح بالدارية أساسية وأيضا الدولة العميقة في أمريكا الراغبة في وصول كاميلا هاريس إلى الرئاسة وفي منع وصول أيضا ترامب إلى الرئاسة وبالتالي هناك صراع إرادات قد نلحظه أيضا في الأداء الأمريكي الأخير هي ضغطت على الإجزاء الأمنية في إسرائيل وأعلنوا موقفا مفاجئا وغريبا بأن العملية العسكرية انتهت ويجب أن يكون هناك اطلاقا سياسيا في إحراج لنيتنياهو أيضا في الدفع بمسؤولين أمريكيين كبيرين للمنطقة أيضا في وصول بلينكين ربما أيضا إلى الضغط على نيتنياهو وبالتالي أنا قد أن الأمريكان قد يضغطونه بقوة لإنهاء هذه المعركة كما قالوا أيضا في خبر معلن في البيت الأبيض بأن إسرائيل قد حققت جميع هدافها من هذه المعركة ولم تبقى شيء كأن الأمريكان يقولون ذهووا إلى تسوية الآن ليس هناك شيء تحققونه بعد ذلك يا إسرائيليين خاصة أن 75% من غزة دمرت بالفعل من قبل الإسرائيليين وما قصفت به غزة يفوق أضعاف مضاعفة ما استخدمه الأمريكان في ضرب اليابان بالقنبلة النووية إذا كانت هناك قنبلتين نويتين في اليابان فإن حجم الدمار الذي أحدث في غزة يوازي عشرة أضعاف ذلك كما نرى في الصورة استخدموا الإسرائيليين 70 ألف طن في معركة ضد غزة فيما استخدم النازيون هتلر 20 ألف طن لضرب لندن فيما استخدم الأمريكيون مع القنبلة النووية أقل من ذلك 15 ألف طن فقط مع القنبلة النووية في ضرب نازكاكي وهرشاما اليابانيتين أيضا البريطانيين استخدموا في ضرب المدينة الألمانية ديرستن 39 أو 3900 طن في 45 حرب العالمي الثانية وبالتالي أضعاف كبيرة من التدمير حصل لغزة ما الذي يريده نتنا أكثر من ذلك؟ أكثر مما فعل فبالتالي أن النصائح الأمريكية أو الضغط الأمريكي كما صلحة لا أقول حبا في الفلسطينيين أو حبا في العرب من وقف العرب والحرب عند هذه النقطة هي مرجحة وممكنة لأن الأمريكان يستطيعون بالفعل الضغط على نتنياهو لوقف الحرب أو على الأقل دخول في هدنة طويلة حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية أنا أتفاعل دعونا نتفاعل بهذه الجولة من المفاوضات التي انتهت في الدوحة والتي قد تبدأ أيضا في القاهرة الأسبوع المقبل ننتظر ونرى ونتمنى حتى ذلك الحين السلامة لشكائنا الفلسطينيين الذين ما زالوا يدفعون الثمن جراء هذه الحرب الغاشمة الصهيونية عليك